اهلا بكم معانا ونكمل مع بعض بقى الكلام شوف احيانا كتير تحصل احيانا تحصل ازمات في الادوية بعض الانواع ممكن ما تبقاش متوفرة طيب وفي احيانا اخرى بتبقى انت عايز دوا بعينه لاي سبب من الاسباب ويكون مثلا الدوا ده مستورد من مركة معينة نادرا لما بتيجي مثلا مصر فحضرتك بتروح عامل ايه بتروح داخل على صفحات الفيسبوك معرفش ليه وتبدأ فتلاقي وحماس اقول لك ايه انا عندي الدوا ده مش عارف ايه بكذا السؤال بقى هو حضرتك متأكد ان الدوا اللي انت هتشتريه ده دوا بجد مش مخشوش متأكد يعني انت ايش عرفك ان الدوا ده الاصل هتقول لي اصل العلبة اصلية او انت حضرتك تعرف العلبة الاصلية يعني متأكد انك تقدر تفرق ما بين الدوا الحقيقي اللي واخد موافقات والداخل وبالمناسبة اللي داخل بشكل شاء اصلا ممكن يبقى الدوا سليم وزي الفل بس هو عدى مدة الصلاحية بتاعته ومضبوع عليه مدة جديدة وانت بتشتريه من على مكان ما ما هواش المكان الطبيعي لشارع الدوا اللي هو الصيدلية بمنطقة البساطة خلونا ناخد معنا او داخل الستوديو ينورنا ويشرفنا دكتور علي عبدالله رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدواية زكا دكتور منورنا كل حال ايه حكاية الدوا اللي بيتباع على فيسبوك ويتباع على انستجرام انا اعرف الدوا يعني روح الصيدلية صح ولا ايه صح طبعا طبعا صح الدوا اصد يوسف يمكن انا دايما اقول انه مهنة تمارس وليست سلعة تباع يعني حتى فيما يعرف بالتطبيب الالكتروني برضو مخطأ لان انا انا كطبيب في عياتي مثلا ويجيني مريض هيشفى عليه ببص في عينه ببص في نون بشرته من خلال الرؤية دي ممكن اشخص صح كذلك الدوا الدوا هو بنصرف في الصيدلية يجب انه وبرضو الخطأ اللي احنا بنخطأه ان احنا بنعتبر انه كيس الدوا زي كيس الطماطم اخده وامش لا فيه اداب واصول صرف الدوا الرجيتة لازم تراجع مرة والتانية والتالتة لانه الطبيب انسان بني ادم ممكن يكفي او ان يركز في طريقة التشخيص اما الدوا في علم اخر لابد ان يكون له رجالاته يعني الدام ينفعش بقصة ايه ان الكفاءة في سرعة صرف الدوا لا الكفاءة في كيفية قراءة هذه الادوية بشكل دقيق وانه ما يكونش وهل الدوا ده يناسب هذه الشخصية اللي انا منه ولا عمرا وجنسا ومرضا وهذه الادوية ديت هل هو عنده تاريخا ادوية اخرى ممكن تتعرض مع هذا الدوا هل في عاداته الغذائية يعني كان لي مقال عن بس دي او ده دور الطبيب الصيدلاني ولا دور الطبيب البشري الذي يناظر ويكشف ويشخص فيكتب الوصفة الطبية الطبيب مسقل بعلوم ومطلوب منه انه شخص ويدقق في العادة ادامه لكن لا يستطيع بين الجمع بين علمين وبالتالي لابد ان يكون هناك صيدالي يراقب ويمتلك حق الفيتو على الرجيتة بل انه من الظلم للاطباء انه احنا حملوا بعض الاخطاء في الرجيتة يعني احيانا طبيب يكتب دوا تركيب مثلا المحلول دا 20 في المية فلو راح للصيدالي والصيدالي ركب وده خطأ في القانون برضه الدوا دا 20 في المية وخده المريض والمريض ازى الصيدالي هنا هيقول انا نفست والمريض ها رجي على الطبيب مع ان الزنب في الاصل هو زنب الصيدالي اللي عمل الدوا دا ليه لان الفرماكوبية او العلم الدواء اللي هو تعلمه يقول لا ان التركيز في هذه الحالة لا يزيد على واحد في المية ويمكني اقول لك على واقع حصلت يعني بالفعل تاريخي المعالم شخصية وبالتالي هنا لأ انت هنا انت هنا مراقب انت هنا متراجع ومسؤوليتك فما ينفعش لازم يخفف عن ده حتى في سؤال دايما في الاعلام يقولوا ايه هل من حق لصيدالي انه يصرف علاج بدون بدون رجيتة سؤال دايما يتكرر يعني وانه الحقيقة السؤال لابد ان يسأل بطريقة اخرى هل من حق المريض ان يتخذ قرار باشراء دوا الحقيقة لا لا ارجع للاصل احنا بقى نوعبا لتنازع ونقول لا الطبيب اللي هو الاكثر قدرة والصيدالي هو الاكثر قدرة يا القصة مش كده القصة الاصل في الدوا هو التحريم او القيد وليست الحرية الباحة وبالستك وانه كون اننا السيدالي يسعده ويريحه انه كل علم الدوا تصرف برجيتة هنا مش معناه انه غير قادر على التقييم لا ده معناه انه بيديه له المبرر القانوني انه يصرف ده او ما يصرفش ده انما القصة هنا مش قدرة بالعكس هو اقدر في وصف الدوا ومراجعة الدوا انما لابد ان يكون هناك مبرر قانوني يخليه ده يصرف برجيتة وده لا يصرف ممكن يصرف بدون بدون برجيتة طيب انا سأزل هنروح فاصل ونرجع بعد الفاصل يمكن فيه اكتر من فكرة جزء منها هي فكرة الصيداليات بقت قليلة جدا اللي ممكن يتعمل على نان ده الدوا التركيب فيجي يقولك بص الدوا ده هيبقى تركيب فانت هتروح للصيدالية الفلانية اللي في شارع مش عارف عدلي في وسط البلد فالسؤال هو طب ليه مش صيداليات كتير اتنين هي برا الدكتور ما بيكتبش اسم دوا بيكتب المادة الفعالة بتاعت الدوا اللي لازم ياخدها المريض وجرعتها قد ايه الصيدالي فبيروح مطلع الماركة اللي موجودة عنده او الماركة المتوفرة او اكتر من ماركة هو بينظر في ذلك انا بقى ده علم الطبيب الصيدالاني داخل المكان الصيدالية انا بشتري منها دي الحاجة الثالثة برضو اللي عايز افكر فيها مع حضرتك بصوت عالي هل احنا او بالاضاق ايه اللي المفروض يتعمل علشان ما يبقاش في عندي بيع دوائي لا على الانترنت عمال على بطال ولا على شاشات التلفزيون ويجيلي بالتليفون لحد البيت برضو عمال على بطال فلونا نروح لفاصل نرجع بعد كده لدكتور علي عبدالله رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية استنونا عشان الموضوع متعلق مش بس بصحتك هو بحياتك استنونا استنونا لانه خلال الاعوام الاخيرة يعني المستوى للطبيب اللي هو كان بيكتب تركيبات هو نفسه مقل مش موجود ثقافة المريض النهاردة اللي ما نقوله وانا استنى لما هعملك الدواء ده اتلاقيه مستعجل سياسة التكاوي وبسرعة الحاجة البقى الفنية كمان انه اصعار الكيميكالز كانت كتير يعني زالت اوي يعني مثلا الكيلو الكذا المادة الفعالة الفلانية غالية اوي عشان انت تعمل دواء في صدريتك ينافس الدواء الجاهز ده فيه مشكلة كبيرة جدا لكن يعني حصل معنا يعني شخصين اثبوع اللي فات ان انا في معمالي كنت بعمل دواء معين ووقع على ايدي خطرات فصبت ايدي كده فقارنت بين اللي عملته وبين حاجة جاهزة في السوق يعني وللأسف غير مرقبة لقيت انه شتين يعني حتى لو قلت الزميل هناك جريمة بنرتكبها ان احنا بنبعدنا عن التركيبات وبنشتري هذا النوع من الحاجات الجاهزة لكن انا توقع في الفترة القادمة في عوامل كترة اوي هتخلينا نعود التركيبات دي على مستويين المستوى الاول انه الصيدرانيات البنات بدأوا يهووا يهووا حتة التركيبات التجميلية اللي هي تب ديني بقى الشعرة بتاعتك موصفاتها ايه انا هعمل كريم او شامبو خالي من مادة كذا علشان ما يضعفش الشامبو بتاعك وانا مشغل كمان يعني في صدرانية يعني عرفة عمل شغل هاي جدا بتفصل الكريم او الشامبو على الحالة بتاعت الشعر وفروة الراس بالظبط كده ناجي بقى على تركيبات تجميلية اللي بدأت تنتشر بين الصيدرانيات البنات بالذات لانه طبعهم هم اكثر يعني اهتماما من القصة على الجانب الاخر احنا لننكر ان احنا في ازمة عالمية طبعا وان هناك من الادوية الكثيرة اللي ايه بتختفي في مطرة الحالية البديل الامثل ان انا مفروض بقى ان انا اراكب الادوية ديت الحقيقة كمان اللي عادي اقول سيادتك ان فيه حاجة اسمه فرشل بربيرد يعني فيه دواء ما ينفعش ما ينفعش يقعد اسبوع انا لازم اركبه النهاردة احضره النهاردة ويقعد شغله فعال منذ 7-8 تيام بعد 7-8 تيام لو انت لو هو موجود في الصيدرانية جاهز لا انا اجزم انه فعاليته مش بالشكل المطلوب خاصة في التركيبات فده بعض العوامل اللي هتعيد موضوع التركيبات الى يعني اصلها تاني فيه عامل شوية رقابي لانه الزملاء المفاتشين يعني ايه مش مستمتعين شوية بشغلهم محتاجين مزيد من الامكانيات يعني يخش الصيدرانية وراقب بنفس مفتوحة فاحيانا يخش الصيدرانية يفتش على التركيبات بيبقى مش بمزاج فممكن يعلق بعض التعليقات اللي تخلي اللي صيدرانية بعض اللي صيدرانية يقول انا هرايح دماغي يعني انا مش شغل تركيبات مش شغل تركيبات مش شغل تركيبات انا اوجع دماغي ليه طبعما التركيبات الجاهزة ديه اه بوغد الشكل شكل القانوني يبقى انا ما دخلش نفسي في ايه في متاهات الرقابة لكن الحقيقة تجربة الشخصية المفتش لما يعيد التفتيش مرة والتانية وياخد الكونفيدنس اللي هذه الصيدرانية بتاخد المعايير في التركيبات او ما يسمى حركة السماعة المصادة قبل كده الفارماكوبية زي الدستور بيسموه الدستور الادوية المصري او الامريكا او الانجليزي تمام؟ ده بعد كده الامور بتمشي في التجاه الكويس يعني طيب انا فاضل لدقيقة بالزبط ونص عشانا قدقية باستنى بالنسبة لي مسألة فعلا مهمة اعمل ايه علشان اصل الوزاة الصحة هتفضل تفتش على القنوات وتحول دون المعلوقة اللي بتاع ده الاعلانات اللي هكس اللي بتطلع وهتفضل تفتش على صفحات الفيسبوك وهكذا انا كمواطن لازم يبقى لي دور اعمل ايه؟ شوف اول حقيقة انت مظلوم كمواطن الحقيقة هي مسؤولي الدولة مسؤولي الدولة تضع سيستم وهو في سيستم عليه معروف كده اسم متتبع الدوائي تتبع الدوائي يعني انا عندي مصنع صنعت النهاردة عشرة علب دواء برقامهم من واحد لعشرة مسلسل مسلسل رحوا فين؟ رحوا فين؟ ياخدوا مصار معين لحد ما تخرج في النهاية للمريض انا كمراقب لو رحت السادرية ولقيت الدواء درقم عشرة موجود تبع السيستم النطباع ليوسف الحسين تابع ازاي؟ في الحالة دي بقى ايه؟ بالحالة بحقي كتير قوي نعرف الدواء ده يطار صنع في مصر ولا برا مصر دقيق ولا غير دقيق لو خارج المنظومة اتحصل ضرائبه ولا ما تحصل ضرائبه الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونية والمشاكل بالكلمة عليها ديت كل ده وممكن برضو يستستم معها وزارة الصحة بالسيستم ده وزارة الصحة تبعت تقول ايه؟ الدواء ده خارج خارج من خدمة اتسحب تغيرته المخدرات او الأدوية المؤسف الحلال الانفسية ده صرف الإسكندرية ما يفعش يصرف القاهرة انا عارف شايف ان الوقت للأسف انما الموضوع المريض او المواطن يلتزم بما يلتزم به الدواء لكن الدواء يباع في السيدليات يبقى يباع في السيدليات لا عيادة ولا مستشفى ولا تطبيق ولا في الشواجع ولا في سبوك لا يتباع في سيدليات المستشفى او طبعا مصرحة طبعا اكيد اكيد او يصرف في الغرفة اللي فيها المريض يعني بالشكل القانوني والسليد بالشكل القانوني دكتور عالي احنا لنا اعداد كتير عشان انا احتجافهم كتير وحتى انا قلت جوات اسئلة لسه مخدناش عليها الاجابة بس هعمل ايني فساخنه الوقت واخلص مش قادر نورتنا وشامفتنا كل الشكر ليك كل الشكر الدكتور علي عبدالله رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية لو كان لنا العمر هنتقابل بكرة ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة استنون